أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة لمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقته وخلال ترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وتستهدف الاستراتيجية جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميا في انتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز وكذلك الاعتماد على موقعها الاستراتيجي اشتركوا في القناة